للمرة التامنة الأهلي العالمي يوصل للعالمية ويشارك في مونديال كأس العالم للأندية وللمرة التالتة على التوالي طبعا خبر أسعد الملايين في مصر وفي الوطن العربي ومن حقة 70-80 مليون أهلاوي في مصر وكل الملايين اللي موجودين أو اللي بيشجعوا النادي الأهلي في الوطن العربي يكونوا سعداء سعداء بالنادي الأهلي وبما يحقق النادي الأهلي من إنجازات وأرقام قياسية تفوق أي نادي في مصر أو أي نادي في الوطن العربي أو أي نادي في أفريقي من حقنا كلنا نكون فخورين باسم النادي الأهلي والنادي الأهلي يظل دائما هو سر السعادة والفرحة لكل أهلاوي ولكن 3-4 مواضيع مهمة جدا عايز أتكلم فيها مع حضراتكم ولو سمحتوا خلينا دايما نبقى واضحين مع بعض يعني مثلا خليني الأول أبدأ عن الإعلام الرياضي لأنه الناس كتيرة جدا كلمتني على أمور كانت بتحصل خلال اليومين اللي فاتوا ومنها المباراة وأنا حقول لكم رأيي في المباراة في تعادل النادي الأهلي يوم الجمعة مع فيوتشر ولكن الإعلام الرياضي بيثير علامات الاستفهام على النادي الأهلي تكلمنا مع حضراتكم قبل كده بخصوص أخبار الأهلي اللي على طول دايما بتتصدر المشهد في كل البرامج الراضية والكل بيحاول يعمل أزمات كبيرة للنادي الأهلي من خلال تصدر اسم النادي الأهلي للمشهد ولكن بدون أي مبرر والهدف دايما بيكون معروف وواضح وأنه هو هدفهم هز استقرار النادي الأهلي على العكس الأندية التانية بيكون عندها خلافات ومشاكل وأزمات وتعب نفسي وتعب علوي وتعب كل حاجة وما حدش بيجيب سيرتها ولكن السيرة دايما بتبقى النادي الأهلي وما حدش بيحاول يتناول أي موضوعات تخص الفرق الأخر قليل جدا يعني وكأن الأهلي هو المستهدف والحقيقة دا كان أمر غير مقبول بس قلنا عادي ما يقول لهم واحد ما بيحبش الأهلي والأهلي عمل له مشكلة ومن ضمن الناس اللي عدناه لأهلي عملالهم مشكلة هتكلم عنهم كمان شوية لسه جاي له ولكن لما يكون الإعلام الرياضي في مصر هو بوابة للأندية المغربية علشان يطلعوا يتكلموا إنهم الأحق في لعب كاس العالم وإنهم المظلومين فده أمر غريب أمر غريب ولا يصح أنا مش هقول أكتر من كلمة ولا يصح لأن أنا عارف إن العيون متفتاحة قد كده ولكن مش هقول أكتر من كلمة لا يصح أن يحدث هذا في الإعلام المصري وهو أمر كارثي ولا تسألني عن المهنية في هذا التوقيت إزاي واحد يسمح لنفسه إن هو يكون بوابة لشن هجوم على نادي إعلامي مصري يكون بيسمح لنفسه إن هو يكون بوابة لشن كل الهجوم على النادي الأهلي وحضرتك حتى لا تدافع عن حق أصيل للنادي الأهلي أنا مش هتكلم عن اللوايح أو حقية النادي الأهلي في التواجد في مونديال العالم لأنه حصل وانتهى والأمر انتهى أمر محسوم والكل عارف هذا الأمر والكل عارف إن الأهلي الأحق ولكن هل هو عشم؟ هل هو غيرة؟ هل هي أمر آخر؟ هو المسيطر على البعض ولكن أنا هنا هتكلم عن الإعلام المصري وتعامله مع الماشهد خلينا أقول لحضرتك إحنا الدقيه مختلفين مع أحمد حسان ميدو منختلف معاه في أمور كثيرة جدا ولكن أحمد حسان ميدو من أوائل الناس اللي طلعت قالت لك أنا في ظهر النادي الأهلي في كل شيء الفترة اللي جاية لأنه بيمثل مصر هو ده الإعلام إحنا عمرنا شوفنا قناة مغربية بتتبنى موقف نادي مصري بلاش أقول الأهلي أي نادي مصري؟ أهلي زمالك إسماعيلي اتعى أي حاجة؟ أو بتتبنى مشكلة أي نادي في أي مطالب؟ الإعلام المغربي والاتحاد المغربي والكل المغربة وده حقهم بيوسندوا الأندية المغربية ومنتخابهم لكن عندنا عمرنا هل حد تكلمني مثلا مرة وقال لي تعالي كابتن إسلام أنتو الأهلي أحق أن هو مثلا يعني يلعب في كاس العالم؟ عمره ما حصلت لكن الإعلام عندنا بيفتح برامجه علشان مسؤولين أندية خارج مصر تطلع تتكلم رغم أن الأمر محسوم وخطاب الفيفا موجود ولا واقح البطولة محسومة ولا مجال مثل هذه الأمور مش حقدر أقول لا لا مش حقدر أقول إثارة فتنة ومشاكل وهذا معرفش أنا مش فاهم الحقيقة ليه أعمل بلبلة وضجة في شيء ممكن يؤثر سلبيا على النادي الأهلي؟ أنا بتكلم بمنتهى منتهى الموضوعية هل الموضوع ده لو كان مع نادي تاني كانت عمل كده؟ ولا كان من الممكن يبقى أمور أخرى؟ طب حتى والواحد بيتكلم لازم يبقى عارف هو بيتكلم في إيه؟ أنا مش هنا مش هبرر أن كل ما قيل من رئيس نادي المغرب مش هبرره ومش هتكلم فيه لأنه موضوع منتهي ومش محتاج أن أنا أتكلم فيه لأنه كله كان بيتكلم في الكلام عامل حقيقة ورجل من حق أن هو يدفع عن نديه وكل حاجة أنا لا أقصد الرجل رجل محترم جداً ومن حق أن هو يدفع عن نديه ولكن إيه اللي بيحصل ده؟ هو فيه إيه؟ هي الآية قلبت طب على الأقل وإحنا بنيجي نتكلم بنقرأ عندنا مكلمة النهاردة مع فلاني الفلاني أنا بقرأ عن فلاني الفلاني إن أنا عندي كذا البطولات اللي قبل كده كانت شكلها كذا 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 لكن أنا عمري ما هتكلم أو أرد على أمور عامة تكلم فيها رئيس نادي الرجاء لأنه في النهاية إحنا بنحترم كل الأندية والنادي الأهلي وعلاقته بكل الأندية علاقة محترمة وكبيرة جداً وستظل في هذا الشكل وبهذا المستوى فالحقيقة أنا بستغرب جداً من هذا الأمر خصوصاً للأمر منتحي فاللي بيفتح الأمر بيفتحه ليه؟ أنا هتقول لي أحمد حسان ميدو ضد النادي الأهلي هقول لك أوكي في بعض الأمور وبالمناسبة إحنا دايماً بنتكلم بهذا الشكل وبقول لي ميدو بكلمه أقول لي ميدو ما ينفع إفهم فيه الموضوع واحد اتنين تلاتة وهو يكلمني يقول لي فيه كذا 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 ونتبادل وجهات النظر لكن ميدو المرة دي عجبني بصراحة قال لك أنا في دار النادي الأهلي في كل شيء لأن النادي الأهلي هو اللي بيمثل مصر في هذا الأمر هو ده اللي احنا عايزينه هو ده الكلام الصح اللي احنا عايزينه فالحقيقة أنا مستغرب جداً من هذه الأمور خصوصاً إن الموضوع انتهى الحمد لله جواب جاء من الفيفا على الاتحاد المصري لكرة القدم ساعة أربعة خمسة تخيل حضرتك أنا قلت إيه؟ الاتحاد حيزبر شوية اتحاد كرة القدم يعني حيزبر شوية إحنا عارفين إن فيه جواب جاي من الاتحاد الدولي للاتحاد المصري المحلي بيقول إن الأهلي حيلعب في كاس العالم الاندي وبيوصل جواب للنادي فإحنا الحمد لله السنة دي شوفنا الجواب جاي وما تحطش في الدرج ما كانش فيه درج بص هنا ما فيش درج الزهر ما كانش فيه درج أو الناس كلها مسافرة الناس كلها مشغولة في كاس العالم ولا حاجة فنسوا يحطوا الجواب في الدرج لأنه أصبح العادي إن كل الجوابات اللي بتجي للنادي الأهلي بتتحط في الدرج زي جواب التنظيم اللي حصل قبل كده في موضوع الودات نهائي دور الأبطال هتقول لي مش هتنسى هقولك مش حنسى كان زماني تلاتة أفريقية الله أعلم كنت هتخلي فرصي خمسين خمسين بدل ما خليت فرصي خمسة وسبعين خمسة وعشرين في ظل أرض مش بتاعتي وأرض بتاعة الودات فالحمد لله ان الجواب طلع من الدرج أو ما وصلش للدرج أول ما جاء قاموا التحاد كرة القدم أعلن والنادي الأهلي أعلن والجميع أعلن على رغم من هناك البعض في مصر كان بيشكك في هذا الأمر أنا بس حبيت أتكلم في هذا الموضوع